النائب السابق ناصر قنديل أكد أن لبنان يعيش حاليا خطر التوطين الذي سيغتال القضية الفلسطينية ومشروع الرئيس فؤاد السنيورة سوف يسحب من الأدراج مجددا الذي يقول بعد قيام دولة فلسطينية ولو افتراضية يمنح الفلسطينيون المقيمون في لبنان جوازات سفر فلسطينية وتمنحهم الدولة إقامة تتجدد كل عشر سنوات تدفع دول الخليج واليوم يبدو أن قطر هي التي ستدفع أكلاف ما يسمى بدل هذه الإقامة والتي أفرحنا يومها الرئيس السنيورة بالحديث عن أنها تغطي جزءا من كلفة الدين في لبنان أي ملياري دولار في السنة اقبلوا التوطين أيها اللبنانيون لقاء ملياري دولار في السنة وصفقوا لأونطوان زهرة في غزة ويحيى السلاح وحزب السلاح المهم أن تكون إسرائيل بأمان ترجمة نانسي قنقر